بناية متهالكة وحطام في الأرجاء هذه هي الحالة التي أصبح عليها فندق لينكلن بشارع محمد الخامس بالدار البيضاء المعلمة التاريخية والمعمارية التي تدور حولها أنباء عن إعادة هيكلتها وتهيئتها للإشتغال مجددا أو تدميرها من طرف الوكالة الحضارية للمدينة ذكرى تضيع أمام العديد من سكان المنطقة الذين عاشوا طفولتهم بجوار الفندق الوطيل التي تمتليها شعم خامس كامل هو شعم خامس من سبلية أنا لأننا عاش من الكسبقة صغر هنا كان واحد من منظر مزيان كانوا الناس نقيين الكوميرسو كانوا مزيانين كل شي هنا مزيان وده بارك تشوف نوم المورطن تحصر على معلامة التاريخية مرارك نحسو بها في القلب من اللي كان شوفه هاد الشي حين هاد الشي ما بقى عنده التاشي معنى كان مزيينة كان الوطيل مزيينة فور سماعها بهذه التضاربات حاولت بعض الجمعيات التأكد والتدخل من أجل الحفاظ على هذا التراث والمعمار القديم لما له من قيمة وطنية تاريخية وثقافية هنا بقي الجدل دائر في انتظار الحسم في مصير هذه المعلمة التاريخية من طرف السلطات المحلية التي ننتظر رأيها بخصوص الموضوع اليوم نعمل على الحفاظ على هذه البناية عبر مشروع أطلقته مدينة الدار البيضاء لتحويلها إلى فندق يعيد الجمال لشارع محمد الخامس هذا التراث يمثل هوية كاملة بالنسبة للوطن والهوية أساسا تتمثل في المعمار وعادة السكان اليومية كثيرة هي المواقع الأثرية والتراثية المغربية التي تآكلت مع مرور الزمن إلا أن التهيئة تبقى جد مهمة للحفاظ على الذاكرة المعمارية للمملكة وذلك لأنها تمثل الهوية المغربية القديمة